الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونتوب إليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونعوذ بالله من شروع أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم تقبل منا أعمالنا تقبل منا الأعمال الصالحة وارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك يا رب العالمين اللقاء النهاردة نتحدث عن صورة يسين نتأمل في صورة يسين التأملات حتى نعلم قيمة الآيات القرآنية في القرآن الكريم صورة يسين هي أحدى الصور الموجودة في القرآن عدد آياتها 114 صورة يسين هي صورة رقم 36 وموقعها بعد صورة فاطر وقيلة صورة الصفات عدد آياتها 83 آية يبقى صورة القرآن 114 صورة يبقى صورة صورة القرآن 114 صورة وصورة يسين عدد آياتها 83 آية وهي من الصورة المكية بمعنى أنها نزلت في مكة المقربة وسميت بهذا الإس لأن الله جل وعلا افتتح آياتها بقوله ياسين والتي تقرأ كل حرف على حدا أي أنها تقرأ ياسين ولهذه الصورة أهمية عظيمة عند سائر المسلمين ولها مقاصد وفضل وأسباب نزولها نتحدث عن نزول صورة يسين ففي مستهل الحديث عن مقاصد صورة يسين يقدر الزكر أن أسباب نزول هذه الآية الصورة الكريمة لم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة فكان لكل مجموعة آيات منها سبب نزول مستقل نزلت بداية صورة يسين عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المسجد فيجهر بقراءتي حتى تأذى أهل قريش من سماعه فقامت مجموعة منهم تريد إزائه وإذا بأيديهم مغلولة إلى أعناقه وإذ هم لا يبصرون فجاءوا إلى النبي الكريم يناشدون أن يزيل عنهم ما حل بهم فنزل قول الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم وتنذر قوم الماء أنذر آباء فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ورد أيضا من أهل السيرة أن أبا جهل كان توعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا رأى محمدا عليه الصلاة والسلام سيؤذيه فنذلت هذه الآيات من سورة إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ يَدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشِيْنَا فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ فَكَانَ إِذَا أَلْتَقَى يَخْبِرُهُ الْنَّاسَ أَنَّ مُحَمَّدًا أَمَامَهُ فَلَا يَبْصُرُهُ وَيَقُولَ أَيْنَ هُوَ أَيْنَ هُوَ ومن إحدى أسباب نزول سورة يسين أن بن سلمة كانوا في ناحية من نواحي المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فنزل قوله تعالى إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ وكل شيء نحصنه في إمام مبين وقال لهم النبي الكريم إِنَّ آثَارَكُمْ تُكْتَبْ فلما تنتقلون وذكر أهل العلم أيضاً أن أحداً من الناس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل وسألهم هل يحيي الله هذه فنزل قوله تعالى إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ وكل شيء نحصنه في إمام المبين إلى نهاية الصورة مقاصة صورة ياسين أجمع أهل التفسير عند دراسة مقاصة صورة ياسين أنها تضمنت أصول الدين الأساسية التوحيد الله ورسالة رسوله والحشر والتي أتت الصورة على ذكر كل منها مع البراهين والأدلة فقد ابتدأ الله سبحانه وتعالى صورة ياسين بأن أقسم بالقرآن الكريم مع التنويه إلى بلوغه إلى أعلى درجات الحكمة وذلك بقوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صلاة المستقيم تنزيل العزيز الرحيم ويتبين أن قسم الله كان الإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتأكيدا على ما أتى به هو سبيل الحق والرشاد بأمر منه جل وعلا اجتملت الصورة في أكثر من موضع ذكر قدرة الله سبحانه وتعالى في إحياء الموت وعظمته وألوهيته ووحدانيته وأنه يغفر لمن يخشاه واتبع هداه وأن النار هي عاقبة المشركين الخالدين فيها فجاء في قوله تعالى وسلاء عليهم أنظرتون تنزلهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخش الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وعجر كريم إن نحن نحل الموتى ونكتب ما قدموا وعثرهم وقتنا وكل شيء عصيناه في إمام المبين وفيها إشارة إلى هؤلاء المشركين بأنهم لن يؤمنوا لأن الله منعهم عن الانتفاع بهدي الإسلام وإن شاء الله تعالى سنكمل مقاصد وتفسير القرآن في صورة يسين لأن هذه الصورة بها مقاصد كثيرة وقبل أن نختم اللقاء وأردنا أن نكمل مقاصد سورة يسين لأن الله سبحانه وتعالى ضرب مثل القرى التي أهلكها الله بعصيانها وكفرها لينذر بذلك أهل قريش ويحثوهم على اغتنام الوقت واتباع الإسلام وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فوات الآن قال تعالى يا حصرة على العباد ما ياتيهم من الرسول إلا كانوا بها استهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لا يرجعون كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة نوح عليه السلام وقومي وأنه أهلكهم وأغرقهم ولم ينقوا منهم إلا المؤمنون وذلك في قوله تعالى وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ومع الإشارة إلا رحمة الله وغفرانه وقبول طوبة التائبين والعلى من أهم مقاصد صورة ياسين أنها تبين عظمة الله في تسيره لهذا الكون مع ذكر كثير من البراهين المختلفة في إحياء الأرض بعد موتها تعاقب الليل والنهار حركة سير الكواكبة ودوران الشمس والإفلاك والإفلاك جميعا وتلك الأمور التي لا تكون إلا بيد الخالق وحده سبحانه وتعالى فمما ورد في صورة ياسين وعاية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه تأكلون فمنها يأكلون وقول جل وعلا وآيات لهم اللي نصلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذا لتقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وتلك الآيات والدلائل كانت لإثبات أن الملك لله وحده قال جبار كل الأدلة والبراهين والمعجزات التي ذكرها الله تعالى كانت من مقاصد صورة ياسين في بيان عظمته وقبروته وفي ختام الآية ختام الله تعالى الصورة بالتسبيح وبيان عظمته بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكت كل شيء وإليه تبجعون أقول قولي هذا واستغفر الله وليقم إن شاء الله نستكمل اللقاء مع تأملات في صورة ياسين